السلام عليكم البنات نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال يا ربي اليوم سوف ندر معكم واحد السجارات جبن ركيجي ورائعين وهشاش ومقرملين فانا قليتهم انتم إلا بغيتوا يسقلي وهم يدرون في الفران فان شاء الله نتمنى هاد الفيديو ينيل الإعجاب وما تنسوش تصوبوا هاد السجارات ركيجي ورائعين ومكونات جيد سهلة فقد نبدأ على بركة الله بخصوص هذه الوصفة سوف نأخذ السوبيرا سوف نحاول بها المقادر كما قلت لكم هاد السجارات الجبن والفرماج الحمر فأول مكونا هو الجبن فأي جبن عندكم سوف تضع جوج العلاب بهذه الطريقة هاد 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 الوصفة ركات جي رائعة وسهلة هاد الوصفة هاد تصوبوها وكتاخدش لكم الوقس بزاف وخصوان فادر المدان هادو فحال هاد السجارات كيبت تكلوا بزاف فحبيت نشارك هوم نشارك هوم معاكم فكما قلت لكم جوج العلاب الجبن بالطريقة هاد فانتو ما فيكم تديروا دبل المكونات فانا غاد نعطيكم غير المقادر ثلاثة ثلاثة ديال او الاطفال اي نوع من الفروماج ونضيف ما يعادي الجبانية ديال الفروماج الصفر او الفروماج الاحمر فغاد نضيف فغاد نضيف هنا بشوية بشوية غاد نخلي شوية بجبانية الزعتر الزعتر خصوصا مع الجبن ركيعة ومضاق رائع تشربوهم مع قهوة أو مع الحريرة كل واحد يريدون خصوصا في الشهر رمضان تصوبوهم وتضعوهم في طلاجة كما ترون سوف نتابع الوصفة ثم نضيف ملح منعقة صغيرة منعقة صغيرة نضيف ملح منعقة صغيرة نضيف ملح نضيف منعقة صغيرة ونحاول أن نخلط المكونات حتى تجانس كلها مع بعض نحركها مزيان حتى قدمت جانسة مع بعض حتى ننقلها وكايرا تعطي واحد المضاق هائل منعقة صغيرة تجانس العناصر مع بعضياتها فكيف كتشوفو نبقى نخلط العناصر حتى نحصل على خليط متجانس والعناصر كلها مدخل في بعضياتها فأنا بصراحة خديت الورقة شريتها فيكم تشريوها فأنا شريتها بصراحة جاهزة وغادي نديرهم على شكل سيجار فانتم ما فيكم تديروهم على شكل سيجار أو لا تديروهم على شكل متلاتات فلكم الاختيار فغادي نتابع بتخلاط ديالي ديال الوصفة حتى نحصل على خليط متجانس بالطريقة هادي قد ما خلطت وتجانست معايا العناصر يكون مزيان فهنا كنضيف الزعتر أنا بصراحة كيعجبوني فيهم الزعتر كيعطيهم واحد لما دق رائع فكنضيف ذلك الزعتر شوية بشوية وأنا كنخلط في العناصر ديالي من بعد ما خلطت العناصر ديالي خليتهم شوية يستاحوا لمدة خمسة دقائق قد نحصل على الخليط كيف كتشوفو فأنا بصراحة كملت ذلك شوية ديال الفروماج الأحمر اللي بقالية كيعجبني فيهم كيجي رائع كيعطيهم واحد المضاق واحد داف الحوشوة ديالهم ما غاد شبعوش منهم البنات كنصحكم تجربوهم خصوصا في هذا الشهر الفضيل هذا أولا دايما فهدورا ما كيخطاوش البيت ديالي دايما كنصوبهم تلو اليدات كيحماقوا عليهم فنحكم أنكم تصوبوهم دايما ومكونات جدا سهلة وبسيطة ما فيهم مش مكونات بزاف وما كي ياخدوش تل يد يعني باش تعمريهم سهلين كما كتشوفو ونكمل ونخلط المكونات بخصوص مكونات الوصفة أنا درت هاد القياس فانتوما بصراحة لبوشوا تصوبوا بزاف فأنا كنحاول نصوب غير شوية باش كي يبقوا عندي فرش هنأخذ الورقة ديالي فأنا قلت لكم غنصوب فيهم على شكل السيجار ودايجة اخذت واحد جبانية درت فيها مايو عادي ثلاثة المعلقة ديال الدقيق واحد جوج مالقة ديال الماء باش نصد بهم السيجارة ديالي في الاخير فهدي الورقة ديالي فأنا قلت ندلي هاد طريقة هادي فانتوما لكم الاختيار فيكم تديروهم على شكل سيجار على شكل اللي هما الرولات على شكل متلاتات فبخصوص الشكل لكم الاختيار كل واحدة والدوق ديالها فقلت نحاول بقى ناخد الحشوة ديالي بها الطريقة هادي كيف كتشوفو كيف كتشوفو ندور الصيجارة ديالي انا تنيت الورقة بهالطريقة هادي وغادي نبقى ندور في الصيجار ديالي بهالطريقة هادي فاكا نحاول غير نبسط معكم الطريقة خصوصا للمبسديئات وما تبارك الله را كل شي كيعرف في يدير ها الطريقة هادي خصوص المبسديئات اللي بنات اللي كيت تعلموا فاكا نحاول مشي معاكم دقة دقة شوية بشوية باش كل شي اه اه توصلو الصورة فهذا هو الشكل نائي ديال الصيجار ديالي غادي نحله باش غير نسده باش منين جينقله وما يتحلوش غادي ندهنهم كما قلت لك في الأطراف ديالهم الأخير بالمزيج ديال الدقيق والماء باش يلسقو و باش ما يتحلوش بعد طريقة هادي صافي و غادي نسد الصيجار ديالي تنحصل على هاد الشكل النهائي كيف كتشوفو راك يجي ورائعين البنات واحتفل قليان را ما كيت تحلوش الاسددوتهم مزيان بهذا الخليط اللي قد لكم فغادي نبقى معاكم هكاية بنفس الطريقة غادي نحط الورقة ديالي غادي ندير فيها الخليط ديالي بعدين نبقى هكاية حتى نكملو بقية الخليط ديالنا ثم كيف كتشوفو نحاول الخليط ما نخليش مشتتوك نحاول نجمعو شوية صافي وانتني الجوانب بنفس الطريقة باش تطريقة جيكم سهلة قانضلنا الطريقة ديال السيجارة سهل قاع من المثلتات كادي ما كيعرفش اتنين المثلتات وخطعوا مرة ساهلين صافي وكتنين والبنات بالطريقة هادي نحاولو مرة مرة نديرو بيدينا كاية غير باش ما تحلش معانا السيجار ديالنا احنا كن نقليوه اولا كن نديروه في الفران فقد هنو نجانب الاخير ديال الورقة ديالي وقد نطوع عليها الصيجارة ديالي هكاية وهذا هو الشكل وقد نبقى هكاية تنسى ليه الصيجارة ديالنا كاملين بنفس الطريقة السهلة فكما قلت لكم البينات صاد الوصفة هادي رائعة وصلا تدري الصغار اللي ما كيحملوش وكاك الجبن ياكلوه ديريكس وكاكف الخبز فقد دياليو مدلحية هادي دخليها اليوم وكاكف سيجارة او لفبريوة وصوصا معدو كل المكعبات او للاطفال او اي نوع من المكعبات ومعدوك الفرومنج الاحمر ومعدوك الفرومنج الاحمر ومعدوك الزعتر راكيت توتاو بزاف مع بعضياتهم حتى انهم ملك يتقلوا ورا ما كيحسوش بهم دراري راكي عجبهم ديك النسمة ديالهم ستبليوا دايما تعتمدوهم في الضار ديالكم وما يخطوكمش كيف كتشوفوه بنفس الطريقة نبقى هكاية ان شاء الله حتى نكملوا السيجارة ديالنا غير هو البنات ما تنسوش ما تنسوش انكم في اخر بنتوصلوا الاخر انكم دايما تدهنوهم بالخليط اللي هو الدقيق والماء مش يتسدو لكم هكاية مزيان وما يتحلوش لكم في القليان كيف كتشوفو البنات طريقة سهلة ما تنسوش من لايكات ديالكم ومن الابوني اللي هو سبسكرايب وان شاء الله را غد نخلي لكم المقادر ديال الوصفة في صندوق الوصف ان شاء الله هاد الفيديو كنتمنى ينيل الإعجاب ديالكم فمن بعد مليسالينا غناخدو المقلات ديالنا غد نحطو الزيت غد نتسخن مزيان وغد نبدأ ونقليو السجارات ديالنا فالطريقة هادي ما نعودش لكم البنات را كيجيو هائلين بالمادق وهو الشاش ومقرملين راه رائعين فانا كما قلت لكم تشهيتهم مادل مرة نديرهم مقليين كنديرهم تبع دمرة في الفورم تاهم كيجيو رائعين جدا فكيف كتشوفو البنات كنحط السجارة ديالي فالطريقة هادي ونحاولو يعني نتبهو لهم ومرة مرة هبكا نقلبوهم بش ياخدو لنا واحد اللون الدهبي ما نخليوهم شي تحرقوه فان شاء الله غادي نخليو السجارة ديالي يا طيبو لنا مني غادي طيبو غادي نقدموهم الطريقة اللي حبينا فانا زينتم وكايا بالشوية ديال المعدنوس والقصبور فانتمنى البناتة الفيديويني لإعجاب ديالكم وكنتمنى لكم فرجة ممتعة وان شاء الله انطلقوا في فيديو جديد مع وصفة جديدة او زيارة مكان جديد خدمتم في امان الله